هنروح لخبرنا اللي بعد كده والتايكوندو 13 مدالية حصاد البعثة المصرية في بطولة أفريقيا للتايكوندو ده رقم كبير وعدد مداليات كبيرة والتايكوندو من الألعاب المهمة جداً لنا عشان أولمبياد باريس عشرين واربعة وعشرين خلينا نشوف كده حصل ايه وإيه اللي تم في بطولة أفريقيا للتايكوندو 13 مدالية البطولة تلعب يوم 5 و 6 نوفمبر اللي احنا فيه في العاصمة الإفوارية أبيتجان مصر جات في المركز الثاني بالترتيب العام بعد المغرب وجات مداليات نتنين دهب 4 فضة 7 برونز المداليات الدهب جات عن طريق جانا خطاف في وزن تحت 49 كيلو وأحمد وائل في منافسات وزن تحت 68 كيلو جرام أما المداليات الفضية فجات عن طريق سيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كيلو جرام وأخوه رامي عيسى حقق الفضة مرضه في منافسات تحت 74 كيلو جرام يفكروني بالأخوان الجندي في الخماس الحديث هما التين أبطال برضو كده وأحمد راوي في منافسات 87 كيلو جرام وميسون إهال في منافسات وزن تحت 73 كيلو جرام ولو رحنا للمداليات البرونزية هنلاقي انها جات عن طريق عبدالله عصام في منافسات وزن فوق 87 كيلو جرام وتوقى شعبان في وزن فوق 73 كيلو جرام وآية شحاتة في منافسات وزن تحت 67 كيلو جرام وشهد سامي في منافسات وزن تحت 53 كيلو جرام وندينا عمر في منافسات وزن 62 كيلو جرام وكان بيشرف على تدريب المنتخب كابتن أسامة السيد المدرب العام ومع كابتن محمد مجدي كمدرب للمنتخب وأحمد الشباسي وأحمد الشباسي كمحل الأداء والدكتور أحمد مسعد رئيس جهاز الطبي والدكتور أدري المر أخصاء العلاج الطبيعي أما المهندس محمد عجيزة وضو مجلس دارة الاتحاد المصري تاكندو ومشف على العام على المنتخب فكان هو رئيس البعثة في كود بوار ألف مبين مبروك للمنتخب يمكن مديليا واحدة دهب أو اثنين كانت تخليك فيه المقدمة وتحتالي الترتيب العام ولكن ولا حاجة تاكندو متعارفين جاب مديليا كمان يعني أولمبيا الفترة اللي فاتت في الأولمبيات اللي فاتت من خلال طبعا يعني بطلنا الكبير سيف عيسى يعني رامي النهاردة بيخش على الخط أخوه فيعني إن شاء الله نتمنى أن يكون عندنا أكثر من مديليا أولمبيا في باريس عشرين أربعة وعشرين